إذن هذا تمرين فعلا ممتاز في وحدة المتتاليات تعلمنا فيه الكثير من الأفكار كل السؤال بفكرة وهزينا نظرة صحيحة على وحدة المتتاليات ولكن كما نبهتكم في البداية بل لهذا التمرين له مستوى متقدم نوعا ما معناتها باش تشاهدوا وتستفد فعلا من الأفكار تاب لازم تكون درجت معانا من قبل فالتمارين لحلينها من قبل متدرجة صعوبة يعني نجمتين ثلاث نجوم أربعة نجوم باش توصل الحاجة خمسة نجوم بسم الله سلام عليكم مرحبا بكم جميعا إذن اليوم إن شاء الله نواصل مع حل تمارين شاملة في وحدة المتتاليات بالنسبة للبكالورية جميع الشعب العلمية علم تجربية تقنية رياضي ورياضيات اليوم إن شاء الله سنهزوا تمارين ممتاز فيه كثير من الأفكار كل سؤال سنتعلموا فيه فكرة إذن كما ركتشوفوا في عنوان الفيديو بالتمرين هذا المستوى تعه متقدم نوعا ما معناتها لازم تكون حال مجموعة من التمارين من قبل معناتها إذا كان شهد التمارين الموجودة من قبل في قائمة التشغيل وتدرجت معاها من ناحية صعوبة رح تقدر تبعوا معنا وتفهموا بكل سهولة ولكن إذا كان ماكشح التمارين ومشاهدش التمارين اللي من قبل ننصحك روح شاهدهم أولا ومبعد روح شاهد معنا المستوى هذا اللي قلنا متقدم نوعا ما إذن الآن وشيء والمطلب منكم رح تظهر لكم صورة التمارين في الشاشة وقفوا الفيديو وحاولوا فيه باهتمام وبتركيز وبعدها روح وشاهدوا معنا الحلم إذن إحنا نبدأوا مباشرة قال لنا من أجل كل آن ينتمي إلى النجمة يعني كل الأعدة الطبيعية معدل صفر يعني واحد ثني ثلاثة كل الأعدة الطبيعية معدل صفر حرفنا متتالية إي لآن معرفة بحدها العام إي لآن يسوي آن على ثنين وس آن ناقص واحد سؤال الأول البرهان بالتراجع أنه من أجل كل آن ينتمي إلى النجمة يكون ماذا؟ يكون إي لآن أقل أو يسوي واحد إذن نبرهنو كما مولفين بالبرهان بالتراجع أولا الخاصية يحبين نبرهنوها نسميوها بي لآن الخطوة الأولى نتحقق من صحة الخاصية من أجل الحد الأول إذن ركزوا مليح وش نديرو؟ نحسبو أولا الحد الأول الحد الأول هل هو إي صفر؟ لا لأنه هذه الخاصية قلك على النجمة يعني الحد الأول فيها وشي هو؟ هو إي واحد إذن وش نديرو؟ نحسبو إي واحد كيفاش نحسبو إي واحد؟ نعوضه فقط نعوضه الآن بالواحد ولينا واحد على ركز مليح ثنين أس واحد ناقص واحد أس صفر ثنين أس صفر وشي هي واحد واحد على واحد النتيجة واحد الآن هل إي واحد يحق الخاصية؟ هل إي واحد أقل أو يسوي واحد؟ نعم إذن رح نقوله علاش لأنه يسوي واحد والواحد أقل أو يسوي واحد إذن نقوله إي واحد أقل أو يسوي واحد ومنه الخاصية محققة من أجل حد الأول P1 محققة مليه الخطوة الثانية الآن نهز عدد طبيعي كيفي إذن ليكون أن عدد طبيعي كيفي ينتمي إلى النجمة نفرض P لآن نفرض صحة P لآن إذن P لآن واش تقول P لآن تقول باللي إي لآن أقل أو يساوي 1 إذن هذه هي الفرضية اللي فرضناها صحة الآن لازم إحنا نشوف ونفهمه مليح واش رح نديره إحنا رأنا فرضنا صحة إي لآن أقل أو تساوي 1 لازم نوصله إلى صحة P لآن زايد 1 يعني نفرضه باللي إي لآن أقل أو يساوي 1 لازم إحنا نوصله بالأخير باللي إي لآن زايد 1 هو أيضا أقل أو يساوي 1 إذن قلنا في هذا النوع من أسئلة البرهان بتراجع يعني غير اعتيادية نقوله غير اعتيادية يعني ما هيش متراجحة عادية اللي مولفين عليها والبناء وإدخال دالة وش نديره دائما مولفون خدمه هكذا نكتبه وش عدنا يعني الفرضية وش حبين نبينه صحة ما تنساش باللي إي لآن رأى عندك عبارتها يعني كتبول إي لآن أقل أو يساوي 1 معناتها ركفرط إي لآن ذي عبارتها 2 أس آن ناقص 1 أقل أو تساوي 1 إذن هذه هي الفرضية النتيجة وشهية هي أن إي لآن زايد 1 أقل أو يساوي 1 كنقوله إي لآن زايد 1 معناتها مكان آن نضع آن زايد 1 يعني تولينا في البسط آن زايد 1 على ماذا؟ على ثنين أس ركز مليه في بلسط الآن نحط آن زايد 1 تولينا آن زايد 1 ناقص 1 إذن يبقى لنا أس ثنين آن إذن ركز مليه هذه الفرضية اللي عندنا وهذه النتيجة اللي حبي نوصلها صحة كيفاش نديره؟ ننطلقه من الفرضية الفرضية رأى تقول إي لآن أقل أو يساوي 1 وإي لآن وشهية هي آن على ثنين أس آن ناقص 1 أقل أو يساوي 1 ممتاز هنا نحتاجه نفكره قليلا لازم نديره بنا على النتيجة اللي حبي نوصل لها النتيجة اللي حبي نوصل لها عدنا آن زايد 1 في البسط صحة كيفاش نديره باش نحصله على آن زايد 1 الآن هذه ما تساعدناش كيفاش رح نديره؟ نحاوله أولا نتخلصه من الآن كيفاش نتخلصه من الآن؟ نقسم الطرفين على آن وآن عدد موجب ما يغيرناش المتراجحة إذن طرفين رح نقسموهم على آن يعني آن رح تختفي منه ورح تظهر في المقام هذا إذن مجدرنا طرفين نقسمناهم على آن علاش لأنه ماناش حبين في البسط تولي آن إذن وش حبين يظهر في البسط؟ حبين يظهر آن زايد 1 إذن وش نديره؟ الطرفين نضربوهم في آن زايد 1 وآن زايد 1 هو أيضا عدد طبيعي موجب ما يغيرناش تجار متراجحة ضربنا منا في آن زايد 1 إذن لازمتنا في الطرف الآخر ثاني نضربوه في آن زايد 1 قسمنا على آن رحت للمقام الآخر ضربنا طرفين في آن زايد 1 صحة ما تنساش الهدف هو أنه نبنيه هذه العبارة ممتاز شوف البسط رح يظهر ولكن المقام إحنا عدنا ثنين أسآن ناقص واحد بالصح لازم يكون عدنا ماذا؟ لازم يكون عدنا ثنين أسآن وش رح نديره؟ ركز مليح نفهمو برك كيفاش رح نحصله على المطلوب منها؟ إذن عدنا ثنين آن ناقص واحد هذه الحرب الآن نرانا وصلنا لها صح فالطرف الآخر وش كاين؟ فالطرف الآخر كاين أقل أو تساوي آن زايد 1 على آن شوف مليح ثنين أس آن ناقص واحد وش نديرو لها باش تصبح ثنين أس آن؟ واضح بللي نضربوها في ثنين كي نضربوها في ثنين ثنين رح الأس انتاحها واحد يتجمعوا القوى تولينا أس ثنين أس آن ناقص واحد زايد واحد يختافلوا بعضها تولي ثنين أس آن إذن لازمنا نضربوه في ثنين بصحرها في المقام يعني نضرب في ماذا؟ طرفين نضربوهم في واحد على ثنين بش نحصلوا على النتيجة اللي رح نحبينها في المقام ضربنا مننا في واحد على ثنين نضربو من هنا في واحد على ثنين أيضا وهو مقدار موجب إذن ما يغيرناش المتراجحة ركز مليح الآن شوف نضمو الشي اللي عدنا ونشوفو كيفاش رح نكمله إذن في البسط عدنا آن زايد واحد في المقام ثنين أس آن ناقص واحد في ثنين قلنا تولي ثنين أس آن وهذه اللي رح نحبه نحن أقل أو تساوي ماذا؟ من هي في الجهة الأخرى واش عندك؟ عندك آن زايد واحد تتضرب في واحد تبقى آن زايد واحد البسط في البسط مقام في المقام إذن في البقام موجود ماذا؟ موجود ثنين آن ومنهم ركز مليح آن زايد واحد على ثنين أس آن ما تنسى شوش هي هي أصلا إيلي آن زايد واحد إذن را نثبتنا باللي إيلي آن زايد واحد را أقل أو يساوي آن زايد واحد على ثنين أس آن ما تنساش الهدف وشي هو هو أنه نثبته باللي إيلي آن زايد واحد أقل أو يساوي واحد هل وصلنا المطلوب منها لحد الآن لا لأنه حابين بينوها لأقل من واحد قلناها أقل من هذا العدد معناته رأنا غلطين لا ركزهم لي وش رايكوا نتحقوا من حاجة لو كان روحوا نتحقوا لعلوا هذا العدد آن زيد واحد على ثنين أسآن لعلوا أقل من واحد لو كان يكون هذا العدد أقل من واحد آن زيد واحد على ثنين أسآن أقل من واحد وإيلي آن زيد واحد أقل من الكسر هذا بالتعدي راح نستجوب اللي إلي أن زيد واحد رأى أقل من واحد إذن وش نديره لازم نتحققه من هذا الأمر ممتاز حابين نشوفه أن زيد واحد ثنين أسآل هل هو فعلا أقل من واحد ولا لا إذا كان نتحقق هذا رأى تحقق المطلوب إذن وش نديره هنا بش نقارنه بين عبارة وعدد بين عبارتين دائما تعلموا هذه الفكرة حاب تقارن بين A و B اطرحهم من بعضهم اطرحهم من بعضهم إذا كان لقيت الفرق سالب ونقل بين الطرف الآخر صحة وش نديره أن زيد واحد نقصه منها واحد وندرسه إشارة الفرق بش نشوفه وش كل كبير صحة وش لازمتنا نديره نوحده المقامات أن زيد واحد ثنين آن في المقام الواحد هذا كيفاش نكتبوه نكتبوه ثنين آن على ثنين آن إذن الواحد هذا الواحد هذا نكتبوه إذن تقول لي عدنا ناقص ثنين آن على ثنين آن ممتاز في المقام وش عدنا؟ عدنا ثنين آن في البسط عندنا n زيد 1 ناقص 2n n ناقص 2n مش حال نتيجة ناقص n زيد 1 ما تنسى شوش هو الهدف الهدف هو دراسة إشارة هذه العبارة شوف المقام وش هو المقام موجب المقام راه موجب لأنه n عدد طبيعي الآن ناقص n زيد 1 ما هي إشارته لو كان نقوله ناقص x زيد 1 هذا كثير حدود ينعدم عنده ماذا ينعدم عنده واحد قبله عكس إشارة i يعني قبله موجب بعده نفس إشارة i الآن كيف كيف نقوله ناقص n زيد 1 نفسها ناقص x زيد 1 هل احنا رانا قبل الواحد ولا رانا بعد الواحد رانا بعد الواحد علاش لأنه رانا قلنا على النجمة كنقوله النجمة معتهم من واحد زيد ما لا نهاية إذن نستنتج ماذا نستنتج باللي ناقص n زيد 1 راه سالب سالب على موجب وش بيها النتيجة أقل أو تساوي السفر لأنه يقدر ينعدم إذن سالب على موجب راه سالب على جدنا تساوي السفر لأنها يمكن أن تنعدم تبريري المده هنا لأن ناقص n زيد 1 راه أقل أو يساوي السفر على ماذا على n نجمة شوفوا مليح الآن رك حصلت باللي الفرق n زيد 1 على 2n ناقص 1 راه أقل أو تساوي السفر كيفاش نوصله لمطلب منا ننقله واحد للطرف الآخر راح تولينا n زيد 1 على 2 أسآن أقل أو يساوي واحد إذا نفهم ليح الحد أن هذه كتبناها في المحاولات ركب ينتبه لي إيلي أن زيد 1 هو أقل من هذا الكسر ومن بعد ذلك ينتبه لي هذا الكسر أقل من واحد حسب خاصية التعدي نستنتج ماذا نستنتج أن إيلي أن زيد 1 أقل من واحد ومنه وحسب خاصية التعدي فإن ماذا فإن إيلي أن زيد واحد أقل أو يساوي واحد إذن إيلي أن زيد واحد أقل أو يساوي واحد معناه ماذا معناه بيلي أن زيد واحد محققة إذن ومنه بيلي أن زيد واحد محققة إذن محققة إذن حسب ماذا إذن حسب مبدأ البرهان بالتراجع فإنه من أجل كل آن ينتمي إلى النجمة يكون ماذا يكون إيلي أن أقل أو يساوي واحد كما راهم أطلق منها إذن هذه فكرة ممتازة تعلمناها في البرهان بالتراجع أتمنى لكم استفدتم منها روحوا إلى السؤال الذي بعده إذن الآن عرفنا أولا قال لنا عدنا تيطا عدد حقيقي محصور بين بي على ثلاثة و بي على ثنين ما تخلعناش هذه الأمور ركزوفرك ونخدمه بتركيز وبثقة في المعارف اللي ما عرفوها راح نجاوبه على كل سؤال مهما كان صح طالة متتالية في معرفة بعلاقة تراجعية حدها الأول في واحد وساوي واحد من أجل كل أن ينتمي إلى النجمة هذه هي العلاقة تراجعية في لأن زايد واحد ساوي آن زايد واحد على آن مضروبة في في لأن مضروبة في قصة تيطا تيطا عدد المحصور بين بي على ثلاثة و بي على ثنين و دبلو في آن معرفة بدلالة في آن اللي هي في لأن على آن سؤال أول قالنا بيين أن دبلو في آن هندسية دبلو في آن هندسية معناتها ماذا؟ كما قلنا في الدرس نحسب دبلو في آن زايد واحد واللاحظو باللي هي دبلو في آن مضروبة في الأساس والله نقسم دبلو في آن زايد واحد على دبلو في آن و نلقاو نتيجة عدد ثابت اللي هي الأساس إذن واش راح نقولو؟ راح نقولو اللي يكون آن ينتمي إلى النجمة وش نديرو الآن؟ نحسبو دبلو في آن زايد واحد دبلو في آن زايد واحد معناتها في بلاست آن نحطو آن زايد واحد ولينا في لأن زايد واحد على آن زايد واحد شوف مليحة الآن في المقام عدنا n زيد 1 في البسط عدنا vn زيد 1 vn زيد 1 منين نجيبوها من العلاقة تراجعية اللي هي n زيد 1 على n مضروبة في vn مضروبة في cos الآن الأول في مقلوب الثاني ولا مباشرة نختزله البسط مع البسط n زيد 1 مع n زيد 1 كزمليح وش رح يبقى لنا رح يبقى لنا vn مضروبة في 1 على n نقدرنا نكتبوها هكذا هل قدروا نكتبوها V لآن على أن مضروبة في ماذا؟ مضروبة في كوستيط هاك إذن V لآن طلعناها البوستبرك لأنه بقتلنا واحد على أن صحة متنساش الهدف الهدف أنه مبينو بليراة W لآن مضروبة في عدد معين العبارة اللي خرجتنا هذه هل هي W لآن مضروبة في عدد معين؟ نعم لأنه W لآن متنساش وشي هي V لآن على أن إذن في وش رها مضروبة مضروبة في كوستيط إذا رح نقوله W زيد واحد رها تساوي كوستيط مضروبة إذن كوستيط مضروبة في V لآن على أن اللي هي ماذا؟ اللي هي W لآن كوستيط هذا عدد ثابت لماذا؟ لأنه تيط رها عدد ثابت مجهول نعم ولكنه ثابت ما هوش متغير ما هوش بدلالة أن إذن وش رح نقوله هنا؟ رح نقوله ومنه المتتالية W هندسية أساسها ماذا؟ أساسها كي يساوي كوستيط الآن قالنا حدها الأول حدها الأول هل هو دبلو V صفر؟ لا دبلو V واحد لأن المتتالية دبلو V تبع في المتتالية V والV تبدأ في V واحد إذن دبلو V واحد تساوي ماذا؟ نعوض قيمة الآن بواحد هنا تولينا V واحد على واحد إذن تساوي ماذا؟ V واحد وش هي واحد؟ واحد على واحد؟ النتيجة واحد السؤال اللي بعد هذا وش قال لنا؟ قال لنا عبارة ماذا؟ قال لنا عبارة با؟ عبارة دبلو V آن بدلالة آن و تيط طب طبيعة الآن الآن شوف ركز معنا دبلو V آن هي متتالية هندسية إذن وش نقوله؟ نقوله ليكن آن ينتمي إلى آن نجمة ركز معنا مليه إذن آن ينتمي إلى النجمة دبلو V آن ما هي العبارة تحا؟ متتالية هندسية هل نقوله دبلو V صفر في كيوس آن؟ لا لماذا؟ لأنه هنا لحد الأول تحا ليس دبلو V صفر حدها الأول هو دبلو V واحد المتتالية عندC كي تكون الحد الأول تحا مش دبلو V صفر قلنا في الحالة العامة العلاقة هي هذه نقوله دبلو V P في كيوس آن ناقص B حيث P وش هو هو دليل الحد الأول يعني نكتبه دبلو V واحد مضروبة في كيوس آن ناقص P بي وش هو ودليل حد الأول وفي هذه الحالة واحد إذن تكتب بهذا الشكل إذن دبلو V واحد وش حال يساوي؟ يساوي واحد واحد في الجيداء ما رحش يأثر إذن ما نكتبوهش الكي اللي هو الأساس هو ماذا هو كوس تيطا ما تنساش بالله هذه متتالية هندسية أساسها كوس تيطا عدد ثابت إذن كوس تيطا مرفوع قوة ماذا مرفوع قوة آن ناقص واحد إذن رانا نلاحظوا بلي دبلو في آن راه فعلا مكتوب بدلالة تيطا ومكتوب بدلالة آن ناقص واحد الآن كي العادة بعد ما جبنا عبارة دبلو في آن المطلوب منه هو ماذا هو استنتاج عبارة في لآن بدلالة آن إذن عبارة في لآن بدلالة آن الآن ليكن ليكن ماذا آن ينتمي إلى آن نجمة من نجيب عبارة دبلو في آن رحوا بوساطة العلاقة لتربط ما بين في لآن و دبلو في آن إذن لدينا دبلو في آن يساوي في لآن على آن كيفاش نحصل على عبارة في لآن جداء طرفين يساوي جداء الوساطين إذا رح نلقاه في لآن يساوي آن مضروبة في دبلو في آن إذن في لآن يساوي ماذا آن مضروبة في دبلو في آن دبلو في آن وشيهي هي كوستيطة الكل مرفوع قوة آن ناقص واحد إذن هذه هي عبارة في لآن هنا وش قال لنا؟ قال لنا أحسب نهاية دبلو في آن إذن حساب نهاية المتتالية دبلو في آن شوف هنا لازم نشوفه برق دبلو في آن وشي هي؟ دبلو في آن هي متتالية هندسية أساسها وشي هو كوستيطة المتتالية الهندسية كيفاش قلنا نعرفه نهايتها؟ نهايتها قلنا نعرفها من خلال أساس انتحها على حساب قيمة الأساس انتحها صحة، ركز معنا إذن وش رح نديره؟ رح نشوف الأساس انتحها ما هو الحصر تاعةه ببساطة خلاص إذن ركز مليح رح ننطلقه من الأساس انتحها وشي هو؟ هو كوستيطة لازم نشوفه وش حل قيمته نشوفه الحصر تاعةه إذن ننطلقه من الحصر تاعةه التاعة إذن وش نقوله؟ تاعة محصور بين P على ثلاثة و P على ثنين إذن هذا هو كوستيطة تاعة محصور بين P على ثلاثة و P على ثنين شوفه هنا وش نديره؟ هنا رح ندخل ماذا؟ رح ندخل الدلة كوست على هذا المتراجحة ركز مليح رح تولينا كوست P على ثلاثة في وسط المتراجحة رح يولينا كوستيطة طرف الآخر تولينا كوس بي على ثنين الآن هنا ما تديرش المتراجحة هكذا لما تدخل دالة على متراجحة لازم دائما تتحقق هل هذه الدالة متزايدة أم أنها متناقصة إذا كانت متزايدة رح تخلينا المتراجحة في نفس الاتجاه إذا كانت متناقصة رح تعكسنا الاتجاه الآن تقدر شوف كيف الشدية تقدر تروح تستعين بالدائرة المثلاثية ركزنا مثلا على المحور اللي فيه الكوسينيس إذن هذا هو كوسينيس وهذا هو محور السينيس شوف حابين نشوفوا على المجال اللي هو من بي على ثلاثة لبي على ثنين كنقولوا بالدرجات هذو لأنهم هذو ماذا لهم برادية كنقولوا بالدرجات يعني بالدقري وش حال بي على ثلاثة وش حال بي على ثنين بي على ثنين هي تسعين درجة معروفة وبي على ثلاثة هي مية وثمانين على ثلاثة إذن هي ستين درجة إذن رانا في المجال هذا إذن عفوا رانا في المجال هذا من ستين درجة إلى تسعين درجة من بيع لثلاثة إلى بيع لثنين في رأيك في هذا المجال الكوس يزيد ولا ينقص لاحظ كنمشي وهكذا من ستين لتسعين الكوس رح ينقص الكوس رح يمشي في هذا الاتجاه شوف الزاوية كنتمشي هكذا الكوس وشحي صاله رح ينقص والسينيس رح يزيد إذن في هذا المجال الكوس ينصرها متناقصة والدلة المتناقصة كندخلوها على المتراجحة وماذا يحدث يتعكس الاتجاه المتراجحة كيفاش كنت قادر تنتبه وإن كان هذه مش صحيحة رياضيا فقط تنتبه الخطأ اللي حترتكبو كوس بي على ثنين كي تحسبها بالآلة حاسيبة رح تلقها صفر وكوس بي على كلافة كي تحسبها بالآلة حاسيبة رح تلقها واحدة على ثنين لا يعقل أنه نقوله كوس تيطا رح أكبر من واحدة على ثنين وأقل من صفر إذن واضحة بلي متراجحة على تعكسة لأيش تعكسة لأن الدلة متناقصة إذن رح يقول لنا كوس تيطا منا قلنا كوس بي على ثلاثة بالآلة حاسيبة يخرج لك واحدة على ثنين وكوس بي على ثنين معروف باللي يساوي صفر إذن نقدر نعادر رتبوها باش نشوفوها بشكل جيد إذن نقوله كوس تيطا رح أكبر من صفر وأقل من واحدة على ثنين ما تنساش كوس تيطا يمثل ما يمثل أساس هذه المتتالية أساس هذه المتتالية محصور بين صفر واحدة على ثنين في الدرس قلنا لما يكون الأساس محصور بين ناقص واحدة واحدة لمتتالية هندسية معناه أن نهايتها تساوي صفر إذن نقوله ومنه كي اللي هو كوس تيطا رح محصور بين ناقص واحدة واحد في هذه الحالة كيكون الأساس محصور بين ناقص واحدة واحدة فإن نهاية المتتالية عند الزي المالة نهاية بما أنها هندسية يساوي صفر إذن هذه أفكار أخرى تعلمناها في هذا التمريد رحوا للسؤال لبعده إذن الآن شوف خلاصة على السؤال السابق لقينا بلي العبارة تع W هي كوس تيطا لكل مرفوع قوة n-1 وعبارة V هي n في كوس تيطا أسان ناقص واحد ملاحظة فقط كوس تيطا لكل أسان ناقص واحد كيفاش نقدر نكتبوه نقدر نكتبوه بتلك الطريقة ونقدر نكتبوه أيضا كوس تيطا لكل أسان ناقص واحد يعني دالا كوس هي اللي مرفوعها قوة n-1 وليس تيطا هذه ملاحظة فقط الآن سؤال ثاني نزلنا مع السؤال الثاني جاوبنا على ألف وبا نزلنا سؤال جيم بين أنه من أجل كل أن ينتمي إلى النجمة V لآن أقل أو يساوي إليها يعني العبارة هذه V لآن راه أقل أو يساوي هذا العبارة طبيعة الحال أنت كتلمي ذا كذا راح تحاول في المحاولات تخمم في عدة أفكار كذا كي اللي راح يصلح كي اللي ما راحش يصلح شوف نعطيك هنا فكرة معينة في هذا السؤال شوف كي نحودوا حابين نثبته متراجحة معينة أو أي عبارة معينة نقدروه في المحاولات أقول في المحاولات في الإجابة لا مش صحيح وش نقدروه نديره في المحاولات نقدروه نحطه شي اللي حابين نثبته شي اللي حابين نفرضه نروحه في المحاولات نبسطه حتى ننصله إلى حاجة بسيطة وننطلقه منها بصح في الإجابة علش ما تصلحش ما تصلحش ببساطة لأنك ما تقدرش تنطلق من حاجة حابة فرضها ما تقدرش هو قلق بيين بلي فيليان أقل وساوي إليان ما تقدرش تقوله انت أنا وضع فيليان أقل وساوي إليان وكذا إذا لازم في المحاولات نخدمه هذا الخدمة صح بعدها تفهم ليه كيفاش راح ننظمه هذه الإجابة صح راح يقول لي فيليان أقل وساوي إليان أنا هذي ما نقدرش نبينها نحاول الحاجة أسهل منها وشي الحاجة الأسهل منها نحط فيليان عبارتها وشي هي هي آم مضروبة في كوستيتا الكلوس آم ناقص واحد ممتاز هي 2-1 هكذا هذي ما نقدرش نبين هذين هل هناك أمر أبسط منها نعم كاين اللي أبسط منها وشي هو اللي أبسط منها نقدر نقسم الطرفين على هل نقدر نقسم الطرفين نقدر نقسم متراجحة على عدد نعم كيكون موجب نقدرون نقسمه الطرفين على أن إذن وش رح تولينا رح تولينا كوس تيطا لكل مرفوع قوة 1-1 في الجهة الأخرى موجود ماذا بقاتلك 1-2-1 ممتاز هل نقدر نبين هذه القضية الآن نعم لو كان ركزه قليلا نقدره علاش شوف مليح وش عندك عندك كوس تيطا لكل مرفوع قوة 1-1 قلنا قادرين نكتبوه بطريقة أخرى شرحتها لك هذي شوف 1-2 أسان ناقص 1 تقدر تكتبوا ماذا تقدر تكتبوا 1-2 الكل مرفوع قوة 1-1 علاش هل هل هذه نفسها هذه نعم لأنه كسر مرفوع قوة معينة معناتها البسط مرفوع تلك القوة المقام مرفوع تلك القوة واحد ترفع قوة 1-1 يبقى واحد واحد ترفع أي قوة يبقى نفسه 2-2 أسان ناقص 1-2 أسان ناقص 1 السؤال الآن هل نقدر نثبت هذه ربما ما نقدرش لاحظوا باللي كين نفس الأس يعني منين نقدرون ننطلقو نقدرون ننطلقو باللي كوس تيطا رأى أقل أو يساوي 1 إلى 2 هل كوس تيطا أقل أو يساوي 1 إلى 2 فعلا نعم أثبتنا قبل قليل أن كوس تيطا رأى أقل أو يساوي 1 إلى 2 الإجابة الآن كيف تساغ تساغ من تحت نحو الأعلى يعني ننطلقهم هذه وننطلق خطوة 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 حتى نوصل للمطلوب إن طريقة ذكية جدا تعلموها في رياضيات بصفة عامة إذن وش راح نقول راح نقول لدينا نتبه مليح لدينا كوس تيطا أقل أو يساوي 1 إلى 2 هذه أثبتناها قبل قليل قلنا كوس تيطا محصور بين 0 و 1 إلى 2 صح ركز مليح الآن وش رايحين نديروا رايحين نرفعوا الطرفين قوة 1 نقص 1 قبل ما نرفعوا الطرفين قوة 1 نقص 1 لازم نحكيوا على أن هذا وشي هو إذن نقول ليكن قبل هذا ليكن أن ينتمي إلى النجمة دائما تستعمل متغير معين لازم تعرف كما نقوله بقوسين ديكلاري يعني تعرفوا وشي هو هذا المتغير هنا راح أن ينتمي إلى النجمة صح وش راح نديروا راح نرفعوا المتراجحة هذه قوة عدد 1 إذن نرفعوها قوة 1 نقص 1 إذن منا مرفوعة قوة 1 نقص 1 في الجهة الأخرى مرفوعة قوة 1 نقص 1 إذن رفعنا الطرفين قوة 1 نقص 1 وهناك سؤال مهم جدا يطرحوه تلاميذ الممتازين هذا السؤال كنقوله رفعنا الطرفين قوة 1 نقص 1 معناتها دخلنا دلة معينة وش هي الدلة هذه؟ هي إكس أس آ نقص 1 رفعنا قوة 1 نقص 1 الآن باش ندخل دلة على المتراجحة لازم نتسأل هل هي متزايدة أم أنها متناقصة دلة إكس أس آ نقص 1 دلة قوة هذه دلة متزايدة على المجال الموجب والمجال هذا لا تنسأش كوستي طالة نبينا باللي راه أقل أو يساوي واحدة على اثنين وأكبر يساوي صفر مع تارنا في المجال الموجب إذن عدنا الحق دخل الدلة دون أن يغير اتجاه المتراجحة زيد الآن لا تنسأش الإجابة راه مكتوبة عندك تبع برك هنا وش تدير باش توصل لهذا النتيجة باش تدير باش توصل لهذا النتيجة لازم تضرب طرفين قوة 1 لازم تضرب طرفين قوة 1 قبل هذا من الأفضل نوضحه النتيجة اللي حبينها حبين الواحد في البسط والمقام هو ليكون مرفوع قوة 1 ناقص 1 قلنا البسط ترفعه قوة 1 أس آ ناقص 1 يبقى 1 المقام منه عندك كوستي طالة الكل أس آ ناقص 1 الآن وش لازم نديره لازم لنا نضربه الطرفين في الآن باش تظهرنا الآن منه ومنه صح منه راح تولينا آن كوس تيطا كل مرفوع قوة آ ناقص 1 أقل أو يساوي 1 على 2 أس آن ناقص 1 ما تنساش ضربناها في آن إذن راح تتكتب في البسط بهذا الشكل أيضا هنا سؤال علش ضربنا في آن آن عدد موجب ما يعكسناش المتراجحة هل وصلنا المطلوب منه نعم ما تنساش هذه وش هي هذه هي في لآن كما أثبتنا في الجهة الأخرى عندك العبارة هذه وش هي من البداية راح تساوي إي لآن إذن فعلا أثبتنا المطلوب منه أفكار ممتازة تعلمناها في هذا السؤال الآن ركز معنا جيدا نعرف أنه من أجل كل أن ينتمي إلى النجمة عرف أنه هذا المجموع أس آن يساوي 1 زي 2 كوس تيطا زائد 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 إلى غاية آن مضربة في كوس تيطا أس آن ناقص 1 الهدف من هذا السؤال هو حساب هذا المجموع كم يساب الآن هل نقدروا نحسبوه مباشرة دون مساعدة منه لا شوف هذا المجموع رح للحد الأخير كما قلنا في تماري سابقا رح للحد الأخير باش تفهموه المجموع هذا كوس تيطا لكل مرفوع قوة آن ناقص 1 ما هو نوع هذه المتتالية لحد الآن هي متتالية هدسية لأنها دبلو في آن بساطة ضربها في آن الآن ضربها في آن أصبحت ليست متتالية هدسية ليست متتالية حسابية كل الأفكار اللي نعرفها ما رحش تصلح مع هذا المجموع إذن واش لازم يدير في هذه الحالة لازم هو يعطينا مساعدة ركز بلي المساعدة اللي اعطاه لنا قلنا أحسب بدلالة تيطا وآن أس آن في واحد ناقص كوس تيطا يعني المجموع هذا أس آن قلك أضربه في واحد ناقص كوس تيطا وحسب لي النتيجة كم تساعد إذن هنا لازم ننتبهه قليلا فقط ورح نفهمه شوف كيفاش نقدره نديره كيفاش نقدره نديره الآن نقدره واحد ناقص كوس تيطا هذا رح يتضرب في كل حد من هذا الحدو رح يتضرب أولا في واحد يعني واحد يتضرب في واحد ناقص كوس تيطا لأنك عندك مجموع رح تضربه في هذا القوس يعني القوس هذا يتوزع اليوم يتضرب في الأولى زايد يتضرب في الثانية زايد زايد إلى غاية الحد الأخير صحة زيد وش عندك عندك اثنين كوس تيطا رح تضربها في واحد ناقص كوس تيطا زائد ركز زمليح نروحوا مثلا للحد الأخير باش نفهموا المجموع هذاك باش را يمشي الحد الأخير خلاص وشي هو هو آن في كوس تيطا وس آن ناقص واحد رح يتضرب في ماذا رح يتضرب في واحد ناقص كوس تيطا إذن هذا المجموع كامل نشرنا عليه واحد ناقص كوس تيطا الآن وش نديره باش نفهموا مليح هذا المجموع وش نقدروا نديره نقدروا نروحوا للمحاولات ونفهموا الحد الأخير إذا كان فهمنا الشي اللي صراف الحد الأخير رح نفهموه الشي اللي صراف الحدود اللي قبله كامل لماذا؟ لأن الحد الأخير مكتوب بدلة آن يعني هو الحد العام يعني هو تعميم للشيء اللي قبله كامل هكذا صحة آن أضربها في كوس وس آن ناقص واحد تيطا مضروبة في واحد ناقص كوس تيطا تتضرب في واحد وش يحدث؟ تبقى كيما راهي ناقص تتضرب في كوس تيطا ركز مليح إذا رح تولينا ناقص آن في كوس تيطا مرفوع قوة معينة شوف كوس تيطا أس آن ناقص واحد مضروب في كوس تيطا إيكس أس آن ناقص واحد مضروب في إيكس إيكس ما تنساش بلي الأس نتاعه واحد تجمع القيوة رح تبقى لك أس آن واضحة عدد مرفوع قوة آن ناقص واحد يتضرب في نفسه تروح لناقص واحد ذك يبقى العدد أس آن إذن رح تبقى لنا ناقص كوس تيطا مرفوع قوة آن لاحظ هذه اللي حدثت في الحد الأخير رح تحدث في جميع الحدود انطلاقا من الحد الأول دائما رح تخرجنا النتيجة هي هذه ركزوا مليح إذن المجموع هل هذا الأمر حدث في الحد الأول هل هذا الأمر حدث في الحد الأول نعم حدث في الحد الأول انشر شو في الحد الأول الحد الأول واحد في واحد رح يمد لك واحد إذن عندك واحد اضرب الواحد في ناقص كوستيطة إذن واحد في ناقص كوستيطة النتيجة ناقص كوسينيس تيطا الآن قادر واحد يقول لي أستاذ أو ما حثتش هذه الحكاية في الحد الأول إذن قلنا هذا الأمر حدث نعم في الحد الأول ما تنساش قيمة الآن في الحد الأول ما هيش صفر في هذا التمارين على النجمة يعني قيمة الآن في هذا التمارين الأولى هي واحد إذن عاوضنا تشوف في هذه العبارة العامة عاوضنا الآن بالواحد واحد فيه راح تختفي تبقى لك كوس تيطا مرفوع قوة النقص واحد النقص واحد وشي صفر أي عدد مرفوع قوة صفر النتيجة واحد عليها ظهرنا واحد نقص واحد في الجداء ما تكتبش كوس تيطا كل مرفوع قوة واحد اللي هي واحد نقص كوس تيطا الآن نقدرون نستدجوا انطلاقا من هذه العبارة وش راح يحدث في الحد الثاني ركزوا مليح من الأفضل نكتبوهم تحت بعضهم نكتبوهم الشيء أفقيا من الأفضل نكتبوهم عموديا نظروا كتفهم مليح الآن قيمة الان هنا تساوي واحد قيمة الان هنا كم تساوي تساوي ثنين واحد ثنين ومشي هاك عوض تشوف قيمة الان بالثنين هنا راح تفهموش يصار إذن تعوض بثنين راح تلقى ثنين في كوس تيطا مرفوعة قوة ثنين ناقص واحد ثنين ناقص واحد معتها الأس واحد الأس واحد ما يتكتبش ناقص ثنين مضروبة في كوس الكل أس آن يعني أس ثنين تيطا زيد عوض هنا من أجل الحد الذي بعدها مثلا من أجل قيمة أن يساوي ثلاثة وش راح تلقى؟ راح تلقى ثلاثة مضروبة في كوسينيس تيطا أس ثلاثة ناقص واحد معتها أس ثنيد ناقص ما تنسيش قيمة الآن هي ثلاثة إذن ثلاثة كوسينيس تيطا لكل أس ثلاثة وهكذا إذن زيد اكتبها من أجل الحد الأخير في المجموع خلاص من أجل الحد الأخير في المجموع رح نحصل على هذا العبارة بعد اللي قلنا هي الحد العام إذن رح نحصل على ماذا؟ رح نحصل على آن كوس تيطا أس آن ناقص واحد الكل ناقص آن كوس تيطا الكل أس آن أيضا هذا العبارة اللي هي الحد العام زيت طبقها لي من أجل الحد اللي قبل هذا الحد الحد اللي قبل آن هو آن ناقص واحد يعني أرجع لهذا العبارة وعوض الآن عوضه بآن ناقص واحد إذا رح تولي لك أن ناقص واحد مضروبة في ماذا؟ مضروبة في كوس تيطا أس أن ناقص واحد ناقص واحد إذن أس أن ناقص اثنين ناقص أن ناقص واحد مضروبة في كوسينيس أن ناقص واحد في تيطا الآن علش كتبنا هذا كامل وعلش كتبناه معموديا ومكتبناه مش أفقيا من أجل ملاحظة معينة تعاملنا معها كثيرا فيما جميع المتتالية لا تنسيش باللي دائما هذا وaremos تجمحه مع بعضها لاحظ مثلا شوف عندك الحد الأول هو واحد ناقص كوس تيطا الحد الثاني هو هذا الحد الثالث هو هذا وكذا لاحظ قارن لي الآن بين نهاية الطرف الثاني هذا اللي في الحد الأول اللي هو ناقص كوس تيطا وهذا 2 كوس تيطا ويش رح يمد لك؟ رح تمد لك ناقص كوس تيطا جائد 2 كوس تيطا تبقى لك كوس تيطا إذا ركز مليح في البداية نكتب نتيجة المجموعة أخلاص في البداية عدنا واحد الواحد هذك ما نحكيوش عليه ما عدناش معا من نجمعوه إذا رح يبقى واحد هنا رنلاحظوا باللي طرف الثاني هذا ناقص كوستيطة نقدر نجمعوه مع الطرف الأول اللي في الحد اللي في اللي بعده ناقص كوستيطة زي 2 كوستيطة النتيجة هي ماذا هي كوستيطة ركزوا بركج معاي تحتاج قليلا من التركيز ورح نفهمها صح زيد الملاحظة هذه رح تلاحظها أيضا من الحد الذي بعده اللي هو ماذا أجمع هذه مع هذه ناقص 2 كوستيطة مربع وتزيد لها 3 كوستيطة مربع ناقص 2 زي 3 رح تبقى كوستيطة الكل مربع إذا رنلاحظوا ماذا رح تطبق من أجل الحدود كامل رح تمشي واحد ليه كوستيطة أو صفر زي كوستيطة زي كوستيطة مربع زي كوستيطة ثلاثة وتمشي حتى للحد الأخير تحب نزيده نتحقه من أجل الحد الذي بعده نتحقه من أجل الحد الذي بعده هنا وين حبسنا؟ هنا حبسنا عنده 3 كنقوله 3 معتها اللي بعده 4 أرجع لي العبارة للحد العام وعوض لي الآن بربعة رح تلقى ربعة في كوستيطة مرفوعة ربعة ناقص 1 إذن 3 الكل ناقص ربعة في كوستيطة مرفوعة قوة ربعة وتبقى تمشي هكذا حتى نوصل للحدود الكيفية صحة شوف الأخير هناك مع الأول هناك ناقص 3 كوستيطة أس ثلاثة زيد ربعة ناقص 3 زيد ربعة ديما تبقى واحد إذن وشي هي كوستيطة أس أس ماذا؟ أس ثلاث ونبقى ونمشي كوستيطة أس ربعة حتى نوصلوا للحد الأخير صحة نتحقه من أجل الحد الأخير وش رح يبقى لك؟ شوف ركز مليح من أجل الحد الأخير وش رح يبقى لك؟ شوف عندك قلنا ديما الأخير طرف الثاني في الحد رح تجمعه مع الحد الذي بعده إذن واضح باللي أس آ ناقص 1 رح نجمعه مع ناقص 1 تقول لي هذه هذه رح اختفت مع الشيء اللي قبلها شوف أنها الأخير شوف تقدرت رح تحسبها في المحاولات ونشرها في المحاولات عندك ناقص آن في كوستيطة إذا رح تقول لك ناقص آن أو مباشرة وش نقدر نديره؟ باختصار شديد وش نقدر نديره؟ نقدره احنا نجمعه هذه مع هذه احنا نجمعه هذه مع هذه إذن نقدره نجبده كوستيطة قوة آن ناقص واحد نجبده عامل مشترك ركز مليح وش رح يبقى لنا؟ رح يبقى لنا ناقص في الآن إذن ناقص آن ناقص في الواحد زائد واحد اللي بعده رح يخلينا آن برك ناقص آن آن يروحوا مع بعضهم رح تبقى لك كوسينيس تيطة مرفوعة قوة آن ناقص واحد وهذا متوقع تبقى تمشي هكذا حتى توصل إلى كوسينيس تيطة آن ناقص واحد علاش؟ لأنك انطلقت من الواحد حتى لو وصلت الآن ناقص واحد يعني لو رح يكون مرفوع قوة واحد والأخير رح يكون مرفوع قوة تيطة ناقص واحد الأمس حبقاتلك حاجة قلنا الأول هذا ما عندكش معامل تجمعه والأخير هذا أيضا ما عندكش معامل تجمعه لأنه باش تبسطه مع عبارة لازم تكون موجودة عبارة بعده قلنا ديما الأخير مع اللي بعده وما كانش اللي بعده إذن هو رح يبقى إذن رح نكتب هذه زائد كوسينيس تيطة مرفوعة قوة آن ناقص واحد وش بقاتلنا؟ بقاتلنا ناقص آن في كوسينيس تيطة مرفوعة قوة آن إذن هذا هو المجموع الآن لأنه وش درنا حسبنا أس آن مضروب في واحد ناقص كوسينيس تيطة هل كملنا الإجابة؟ لا لأنه مزال كين تبسيط معين وشي هو هذا تبسيط؟ لاحظ الخطوات هذه كامل لازم تكون على باك بهم إذن نصورونا شاشة رسفرحة من أجل أنه نزيد ونبسطه لأنه مزال كين تبسيط آخر ما تنساش لأنه نطلقنا أس آن مضروب في واحد ناقص كوس تيطة يساوي ماذا؟ بعد تبسيطه كذا شوفوا الشي خرجنا يساوي هذا وشي هو؟ هذا هو قبل ما نلحقو ناقص آن في كوس تيطة هذا وشي هو؟ هذا هو مجموع متتالي هندسية اللي هي ماذا؟ اللي هي دبلو في آن ما تنساش دبلو في آن هي كوس تيطة أس آن ناقص واحد يعني هذا وشي هو؟ هذا دبلو في صيفر زي دبلو في واحد زي دبلو في ثنين زي دبلو في ثلاثة إلى غاية دبلو في أس آن ناقص واحد صحة نكتبو دبلو في صيفر زائد دبلو في واحد هل هذا الأمر محقق؟ نعم شوف عفوا ليس WC فرح مجموع مبدأ شو لأنه متتاليه هي معرفة على النجمة تبدأ من W1 شوف عاوظنا هنا قيمة الآن بالواحد راح تلقى cos theta 1-1 يعني أس صفة cos theta 1-1 وشي هي؟ هي واحد زيد عاوظنا في الحد اللي بعده عاوظنا بثني إذا راح تلقى cos theta 2-1 يعني cos theta 1-1 اللي هي cos theta عاوظنا بثلاثة راح تلقى cos theta 2-1 اللي هي cos theta مربع وهكذا إذن زيد W3 ونبقى ونمشيه إلى غاية الحد هذا اللي هو ماذا cos theta 1-1 هو نفسه WN ممتاز ناقص في الأخير وش عندك N مضروبة في cos theta مرفوعة قوة صحة هذا وش يمثل يمثل مجموعة متتالية هندسية في المتتالية الهندسية وش قلنا في المتتالية الهندسية قلنا عندك W1 الحد الأول مضروبة في ماذا؟ مضروبة في الأساس اس عدد الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد وهنا وش قلنا؟ هنا قلنا نقدرو نكتبو الأساس اس عدد الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد ونقدرو نكتبوه العكس كيفاش نعرفوينها اللي نخدمو بها؟ نشوفو دائمين الآجابات إلا كان عاطينا إجابة لو كنت لاحظ في السؤال اللي بعده قالك في المقام لاحظوا مليح في المقام وجودة واحد ناقص causa theta يعني انا ما اكتبش الاساس ناقص واحد اكتب واحد ناقص الاساس اذا ما الافضل نتعوده هكذا اذا نكتب واحد ناقص الاساس اس عدد الحدود على واحد ناقص الاساس والاساس هنا وشي هو هو كوستيطة متتالية اساس واك كوستيطة كما تشوفونا في التمري اذا في بلاسة الاساس اكتب كوستيطة وكوستيطة هنا راح ترفعوا ماذا راح ترفعوا قوة عدد الحدود تبدأ بواحد وتخلص بان عدد الحدود دليل الحد الأخير an ناقص دليل الحد الأول زائد 1 إذن تبدأ بواحد خلاص بan عدد الحدود هو ماذا هو an cos theta لكل مرفوع قوة an نقدر نكتبها هكذا إذن ناقص an مضروبة في cos theta لكل اس إذن هذا رأنا وصلنا هل وصلنا إلى عبارة s an لا وصلنا إلى عبارة s an مضروبة في واحد ناقص cos theta ولكن السؤال اللي بعده قال لنا استنتج عبارة s an هل يمكن استنتاج عبارة s an نعم باختصار شديد كيفاش نديره نقسمه فقط نقسمه إلى واحد ناقص cos theta إذن ركز معنا ملاحظة بخصوص w1 في التمرين على القناة يساوي واحد إذن هذا هو المجموع إذن استنتاج ماذا عبارة s an بدلالة an theta طبيعي الحد هو عطينا نتجة معينة ندرك نوصله لها صحة شوفوا مليح إذن من السؤال السابق عندك s an مضروبة في واحد ناقص cos theta يساوي هذا المقدار ركزم له ركوش لقيت لقيت s an مضروب في واحد ناقص cos theta يساوي هذا المقدار كيفاش تحصل على s an تقسم كل الشعلة واحد ناقص cos theta إذن في الطرف الآخر عندك واحد ناقص cos theta مرفوعة قوة an هي أصلا راه مكتوبة واحد ناقص cos theta في المقام وتتزيد تقسمها لواحد ناقص cos theta يعني المقام تحت تضربه في واحد ناقص cos theta واحد ناقص cos theta في واحد ناقص cos theta تقول لي واحد ناقص cos theta لكل مربع إذن ناقص an مضروبة في cos theta مرفوعة قوة an الكل على واحد ناقص cos theta قسمنا برك كل الشعلة واحد ناقص cos theta باش نحصله على s an الآن نشوفو نتيجة اللي اعطاها لنا هل هي نفسها ولا لا ركزم لها بخصوص الكسر هذا بخصوص الكسر هذا نفسه واحد ناقص cos theta المرفوعة قوة an واحد ناقص cos theta كل مربع صحة بخصوص الكسر الآخر كينا شوي تعديلات المقام رانحصلنا عليه بالصحف البسط شوفو وش كتبنا كتبنا ناقص cos theta مضروبة في v li an يعني كاين تغييرات معينة كاين تغييرات معينة يعني ناقص نخلينا حيوان ناقص يعني an في cos theta os an-1 لاحظ كيفاش كتبها كتبها cos theta في w an هنا الركز قليل نبرك نتذكر ماذا نتذكر v li an وش تساوي v li an وش هي v li an هي w li an مضروبة في an اذا هي an مضروبة في cos theta os an-1 اذا نلقيناها صح لازم نتحايلوا قليلا على هذه العبارة بحيث تظهر فيها v li an لانه هو ظهر فيها v li an اذا راح نقوله 1-cos theta لكل مرفوع قوة an-1 في 1-cos theta لكل مربع ناقص كيفاش راح نتحايلوا عليها الحيلة بسيطة خلاص اذا كيفاش نكتب an cos theta سوف تظهر لي v li an v li an وش هي هي an في cos theta لكل مرفوع قوة an-1 اذا cos theta os an-1 نقدر نفككها نكتبها cos theta os an-1 مضروبة في cos theta وفي المقام موجود ماذا موجود 1-cos theta الان لكان نتركز قليلا هذه مش هي هذه هي v li an اذا واش راح نقوله راح نقوله النتيجة تساوي 1-cos theta 1-cos theta الكل مربع ناقص هذه قلنا هي v li an اذا cos theta مضروبة في v li an على 1-cos theta اذا وهو المطلوب مننا بالشكل هذا طلبنا النتيجة اذا افكار مبتزرة نتعلم فيها في هذا التمرين اذا اخر سؤال في هذا التمرين قلنا احسب نهاية s an على an عند زيد ملع يعني عبارة s an قسمها على an واحسب النهاية شوف الان نقدر نهزو نتيجة لي وصلنا لها في الاخير يعني بدلال في li an ونقدر نهزو هذا النتيجة مرك علش هزيتنا هذا النتيجة لانه في زوج s an علش هزيت هذا النتيجة من اجل باختصار شديد لانه نقسم على an وكان هنا نقسم على an رح تختفي لي an مع an فقط انتالو كانت تقسم an هنا رح توليك في لي an على an هي double v an يعني نفس الأمر صح رح نقسم هذه العبارة على an وهي طرح عبارتين إذا رح تقسم الأولى على an وتقسم الثاني على an إذن هذا العبارة الأولى تقسم على an يعني مقامها يضرب في an وهذا العبارة كيف كيف تتقسم على an إذن مقامها يضرب في an إذن تروح an هنا مع an ركز معانا قليلا الآن لازم نحسب نهاية cos n لكل مرفوع قوة an عند زيد مالة نهاية ما تنساش هذه عبارة متتالية هندسية أي عدد مرفوع قوة an مع تارا متتالية هندسية رح تشبه الـ wvn wvn هي cos theta وس ألنقص واحد هذه متتالية هندسية أساسها cos theta أيضا والأساس انتحها محصور كما قبل قليل بين 0 و1 على 2 معتها بين ناقص واحد وواحد إذن هذا النهاية رح تسوي الصفر إذن واش معناتها بحنت هنا هذه النهاية كن نقوها هكذا رح تسوي الصفر وهذا النهاية أيضا كن نقوها هكذا رح تسوي الصفر الآن ركز المريح في المحاولات الآن واش بقالك هنا في هذه في البسط بقاتلك واحد على مام زيد مالة نهاية ضربها في عدد موجب زيد مالة نهاية علش لأنو هذه راحت للصفر إذن عندك في المحاولات واحد زيد مالة نهاية ناقص في Familia الأخرى واش عندك عندك صفر على عدد صفر لأنه البسط أعطينا صفر وفي المقام قال لك واحد ناقص كوسيني الآن واحد على ما لا نهاية صفر صفر ناقص صفر على عدد صفر صفر ناقص صفر إذن نتيجة تساوي صفر إذن هكذا لنعقنا بالنهاية أسان عند الزيد ما لا نهاية تساوي ماذا تساوي الصفر إذن هذا تمرين في أعلن ممتاز في وحدة المتتاليات تعلمنا فيه الكثير من الأفكار كل سؤال بفكرة وهزينا نظرة صحيحة على وحدة المتتاليات ولكن كما نبهتكم في البداية بل لهذا التمرين له مستوى متقدم معناتها باش تشاهدوا وتستفد فعلا من الأفكار تاب لازم تكون درجت معنا من قبل فالتماري اللي حلينها من قبل متدرجة صعوبة يعني نجمتين ثلاث نجوم أربع نجوم باش توصل الحاجة خمسة نجوم إذن نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ما تنسوش أي شيء تركونا تعليقات إذن فعلا أعجبكم هذا المحتوى اتركونا هذا في تعليقات وإذا ما أعجبكم شيء تركونا تعليقات ما تنسوش دعموا هذا المحتوى مع أصدقائكم شاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم بالأجل أنهم يستفدوا جميعا نستفدوا حينها تطور القناة أكثر تداشر أكثر تجدوا إن شاء الله فرصة أخرى بالتوفيق سلام عليكم